الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام الرجاة الشرعية. النهاردة هنتكلم على تلات رموز او تلات اشياء لشوفنا ان احنا بنمتلكهم في المنام او ان احنا حصلنا عليهم فنبشر بتحقيق شيء احنا بنتمنى. اول رؤية او اول رمز هي رؤية المراس. اما يشوف الشخص انه حصل على مراس في المنام او ورس في المنام. اولا رؤية المراس من الرموز المبشرة اولا بساعة في رزق الرأي. كمان بقدوم مال وبقدوم نعم ومصلاح حال الشخص بشكل عام. كمان من الرموز اللي بتدل على راحة نفسية على التمأنينة على فرج على فرحة على تفاؤل. لما يشوف الشخص انه حصل على مراسه ده ولكن ما حصلش عليه بشكل اموال. حصل عليه مثلا مراس ارض مثلا. فدي من الرموز اللي بتدل على مضاعفة في الرزق وكمان تحقيق امنيات وتحقيق تموح الرأي وكمان بشارة ليه بحظ زعي. آآ كمان المراس برضو لفتاة العزباء بشارة برضو بزواجها آآ او بخطوبتها من شخص هي بتتمنى. آآ كمان المراس برضو آآ لمرأة المتزوجة. فمن الرموز المبشرة ليها بالحمل وبي الزرية الصالحة. آآ كمان لما تشوف انها بتحصل على المراس بتاعها آآ فلوس. فبشارة ليها بخلصها من ديون لو كانت آآ بتمر بآآ ديون. وكمان بشارة ليها بتخطي ازمات وانتهاء آآ مشاكل. كمان بيكون بشارة ليها باستقرار في حياتها الزوجية. لما تشوف انها اخدت المراس بتاحها عبارة عن ارض فده ساعة في الرزق وبشارة ليها برزق وبمال حلال هتحصل آآ آآ عليه. كمان المرأة الحامل لما تشوف اللي انها حصلت على آآ مراس فده برضو آآ استقرار وتمأنينة وخلصها من خوف او من قلق. كمان لما تشوف انها حصلت على المراس بتاحها آآ آآ زهب. فمن الرموز المبشرة ليها بآآ آآ انها هتنجي بالطفل او هترزق بالطفل اللي هي بتتمنى. آآ لو كانت بتتمنى ولد فبشارة ليها بولد. لو كانت بتتمنى بنت فبشارة ليها بالبنت. كمان الرجل لما يشوف انه حصل على آآ مراس فآآ آآ ده بشارة ليه بارباح وبمكاسب وبسوء ووصوله لمرتبع عالية او لمنصب آآ كبير. كمان لو كان غير آآ متزوج فمن الرموز المبشرة ليه بالزواج والزواج من آآ امرأة آآ صالحة. لو كان متزوج فبشارة ليه بآآ زيادة في الزرية. الرؤية التانية معنا النهاردة او الرمز التانية هي آآ رؤية الريال السعودي. آآ رؤية الشخص انه بيحصل على ريال سعودي او ان فيه حد بيه هدي آآ بي آآ ريال سعودي. اولا الريال من الرموز اللي بتدل على راحة يمكن آآ من هموم او من آآ دعب كان بيمر بيها الرأي. لو كان بيتمنى مال او كان بيمر بازمة آآ مالية وشاف انه حصل على ريال سعودي فدي من الرموز اللي بتدل على سنة ديونه. وكمان على خلاصه من ازمات او من مشاكل آآ مالية. آآ برضو لو كانت امنية الرأي انه آآ بيتمنى رزق وبيتمنى مال. لما يشوف الريال السعودي فبيكون بشارة ليه بمال آآ وفير وكمان آآ بيرزق. آآ كمان الريال السعودي من الرموز اللي بتدل على القوة وعلى السلطة وعلى الجاه. آآ كمان رؤية الريال السعودي آآ برضو من الرموز اللي بتدل على فرحة وعلى سعادة. كمان لما يشوف الشخص انه آآ فيه حد متوفي بيديه ريال سعودي فديه من الرموز المبشرة ليه بحج او آآ بعمرة. آآ كمان آآ رؤية الالف ريال سعودي آآ من الرموز المبشرة ببهجة وبسعادة وبفرحة. كمان بزواج آآ وبيخطوبة لو كان الرأي غير متزوج. كمان رؤية آآ الميتين آآ ريال سعودي فبردو دي بشارة بخير ورزق. هيتحقق للرأي في الفترة المقبلة. آآ لو كانت متزوجة فمن الرموز اللي بتدل على آآ راحة وعلى خلاص آآ من آآ مشاكل. آآ كمان من الرموز المبشرة بتدي سير آآ في حياة الرأي بشكل عام. آآ بحدوث امور جيدة او امور آآ آآ مفرحة للرأي. لما يشوف ان هو كذب ريال سعودي. آآ فبردو آآ من الرموز اللي بتدل على مكاسب آآ آآ مالية هيحصل عليها الرأي آآ كمان من الرموز اللي بتدل على آآ رفاهية وعلى آآ آآ رخاء هيعيشوا في الفترة المقبلة. الرؤية التالتة او الرمز التالت وهي آآ رؤية الدولار. آآ رؤية الدولار في المنام نشوف الرأي انه حصل عليه او ان فيه حد بيها دي بيها. اولا آآ آآ بيتحقيق نجاح كبير في حياته بشكل عام. كمان من الرموز اللي بتدل على روحة وعلى استقرار. لو كان بيسعى او بيتمنى آآ آآ صفر وشاف انه حصل على آآ آآ دولار فمن الرموز اللي بتدل على صفره وكمان الصفر ده هيحصل من خلاله على منفع وعلى خير كبير. آآ كمان آآ لو كان آآ شوية آآ آآ عنده ازمة مالية او آآ بيدعو بآآ رزق وشاف انه معا دولار فبشارة آآ بآآ رزق. آآ كمان من الرموز المبشرة بآآ زرية وآآ بطفل عن آآ قريب. كمان الدولار برضو من الرموز المبشرة بحصول الرأي على آآ درجات عالية في في مجال لو كان هو بيدرس مثلا او في عمله آآ آآ حصوله على ترقية او على آآ آآ منصب آآ آآ كمان الدولار برضو من الرموز اللي بتدل على آآ آآ مكانة وعلى مستقبل آآ آآ مرموك للرأي. لو كان مريض وكان بيدعو بالشفاء فبشارة ليه آآ آآ الشفاء. كمان الدولار برضو من الرموز اللي بتدل على تحقيق أمنيات كتيرة لأن رائي كان بيسعى انه يوصل آآ 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 زواج آآ 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 برضو من الرموز اللي مبشرة لما يشوف الشخص انه ربح مبلغ كبير من الدولارات فبشارة بتحقيق أمره هو كان بيسعى ليه كمان من الرموز المبشرة بمكاسب هيحصل عليها لو كان الرأي مدزوج فبشارة بزرية صالحة لو كان طالب فبشارة ليه بنجاحه بوظيفة كمان لما يشوفوا انه ربح دولار في المنام فبرضو من الرموز اللي بتدل على تخطي الرأي فترة كانت صعبة في حياته وبشارة ليه بحظ سعيد كمان المرأة المطلقة لما تشوف انها حصلت على الدولارات فبشارة ليها بالزواج والزواج من شخص سري كمان الفتاة العسباء برضو لما تشوف انها حصلت على دولارات فدي برضو زواجها من شخص ليه منصب ليه مكانة كبيرة دول كده كانوا أهم تلات رموز لو شفناهم ان احنا بنحصل عليهم في المنام فبنبشر بتحقيق شيء احنا بنتمناه سواء كان رزق أو وظيفة أو زواج أو زرية بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سفسار أو سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله عرضت عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة